صورة البقرة صورة مدنية دلوقتي في كلامنا على أهل الكتاب يعني اللي نزل عليهم الكتب السماوية زي الطورة والإنجيل وتحديدا دلوقتي حنتكلم عن بني إسرائيل مين هو إسرائيل؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإسرائيل هو سيدنا يعقوب وبني إسرائيل هم أبناء وذرية سيدنا يعقوب وإسرائيل كلمة عبرية زيها زي جبرايل وميكائيل إسراء يعني عبد وإيل يعني الله فإسرائيل معناها عبد الله بالعبرية هنجد من بني إسرائيل الأنبياء والرسل زي سيدنا يوسف وسيدنا موسى وأخيه سيدنا هارون وسيدنا داود وابنه سيدنا سليمان وسيدنا زكريا وابنه سيدنا يحيى عليهم جميعا السلام حتى جاء أخي الرسول لبني إسرائيل وكان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وتبع هؤلاء الرسل المؤمنون من بني إسرائيل وكان عندهم في التوراة والإنجيل علامات الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ظهر في يثرب اتبعوه نجد من النمازج القليلة اللي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبدالله بن سلام كان من علماء وأحبار بني إسرائيل من قبيلة بني قينقاع وكان من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام وهناك أيضا زوجة الرسول الكريم السيدة الصفية بنت حيي وكانت من ذرية سيدنا هارون عليه السلام هم دولة المؤمنين لكن تجد على الجانب الآخر من بني إسرائيل من قتل الأنبياء والرسل ومن عبد العجل ومن حرف التوراة ومنهم من نقد الموافق والعهود ومنهم من حاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا مثال على كده حيي بن أخطب من بني كريضة اللي هو والد السيدة صفية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد علماء وأحبار لهود وكان عالم بالتوراة لما هجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ذهب حيي بن أخطب مع أخيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكد من علامات النبوة وبعد أن انصرف سأله أخوه أهو هو فقال حيي بن أخطب نعم والله قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون يا بني وذريتي عقوب ذاك العبد الصالح والنبي الكريم اذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمت عليكم بها وذكر النعمة يكون بشكرها والشكر بيكون بالقلب واللسان والجوارح إقرار بالقلب وثناء باللسان واستعمال الجوارح فيما يحبه الله ويرضاه وأتم وصيتي لكم فما هي وصية الله هي هي نفس وصية لينا الإيمان بجميع الرسل والكتب السماوية والعمل بشراء الله عز وجل فإن فعلتم ذلك أتمم لكم ما وعدتكم به من الرحمة والتمكين في الدنيا ومن السعادة في الآخرة ثم يقول الله عز وجل وإياي وحدي فخافوني واحذروا نقمتي إن قطموا العهد وكفرتم بي نعمتي وردت في القرآن الكريم بمعنى الجمع زي في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب إيه هي نعم الله على بني إسرائيل جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب السماوية وفلق لهم البحر ونجاهم من فرعون وجنوده وأغرق فرعون وجنوده وأنزل عليهم المن والسلوة وغيرها الكثير من النعم وحنجد في الآية الكريمة الانتقال من أسلوب الترهيب إلى أسلوب الترهيب والخطاب فيها موجه لعلماء وأحبار اليهود في المدينة المنورة ولأن بني إسرائيل مديون دنيويون كانت تذكير بالنعمة وليس المنام وتقديم المفهول به إياي على الفعل فرهبون من باب الحصر فلا يخاف إلا من الله عز وجل يسأل فضيلة الشيخ الشعروي رحمة الله عليه لماذا قصة بني إسرائيل لأنها أكثر القصص معجزات وأنبياء بني إسرائيل من أكثر الأنبياء المرسلون إلى أمة واحدة والعجيب في أمر بني إسرائيل كانوا ينحرفوا بعد كل مواجزة فتأتيهم مواجزة أخرى فينحرفوا فحكم الله عليهم بالتفرق والتشتت في الأرض ثم ليجتمعوا في مكان واحد فقصة بني إسرائيل هي تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وأخيرا أخي المؤمن اعلم أنك كما تدين تدان فإذا ذكرت الله ذكرك وإذا نصرت الله نصرك جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر